بعد المداهمة التي قامت بها مديرية التجارة لولاية الجزائر لعدد من غرف التبريد والتخزين بجوار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس شرق العاصمة أين تم حجز كمية إجمالية تقدر بـ 432 طن من مادة الموز بقيمة تقارب 16 مليار سنتيم كانت مخزنة بطريقة غير قانونية تفاصيل جديدة في القضية جاء بها صاحب السلعة المحجوزة بعد طلبه حق الرد عدم التصريح بالمخزون وغياب سندات التحويل لهذه المادة كانت أسباباً أساسية لحز هذه السلعة وإدراجها ضمن قانون مكافحة المضاربة فيما كان لصاحبها رده في هذا الإطار عديد المطالب رفعها المعني لا سيما تسريع إيجاد حل للسلعة المحجوزة خاصة وأن هذه المادة سريعة التلف وطالب وزير التجارة ووزير العدل تدخل عاجل لإنصافه وهذه المادة رأي سريعة التلف رأي تروح خسارة ما رح نستفاد منها لا أنا ولا المجتمع ورغم أن أسعارها في الأسواق الدولية تتميز بالاستقرار على طول العام إلا أن سيناريو ارتفاع أسعارها أصبح يتجدد كل مرة مما يدعو إلى ضرورة ضبط أسعارها على المدى الطويل اشتركوا في القناة